اندلعت اشتباكات عنفة بين فصيلين يتبعان المجلس الانتقالي في مدينة عتق بمحافظة شبوة وقالت مصادر محلية ان الاشتباكات اسفرت عن مقتل احد المرافقين التابعين لقيادي في ميليشيا دفاع شبوة واصابة اربعة اخرين اثنان منهم في حالة خطيرة وضافت المصادر ان الاشتباكات اندلعت بعد ساعات من عراك بين الجانبين في معسكر العلم الواقع في اطراف المدينة شكرا